فمذكرات الولد الشائي قريبا على الشاشك. ان شاء الله. قريبا في رمضان ولا بعد رمضان? انا مش فرق معي قوي رمضان او غيره. لا انا فاهم انا عايز اتفرج. لا اعتقد انها هتبقى بعد رمضان. هتبقى بعد رمضان. اعتقد اه. طب والسيمة. السيمة عالم شديد عزيز قوي. قوي يعني يعني المناخ العام الان مش مبقاش مواتي قوي. لانك نعمل السنة اللي انت بتحبها المجنونة يعني. لكن برضو لو لطشني موضوع مش مش هقدر حوش نفسي يعني. بس لقى الموضوع يعني اعثر على الموضوع او التيمة اللي تخلين يعني تعرض عليها حاجات كتير قوي. فعلا يعني خلال السنوات السابقة يعني. اه. بس ما فيش حاجة اه لو وعدني. مش حاجة مستني. بشكل حقيقي يعني. فانا في انتظار ده يعني بلاس زي في حاجة مهم قوي يوسف. انه. اصحابي. اللي كنت بتشغل معهم ماتهم. محمد خان مات. عطف الطيب مات. ندري جلال مات. يعني يعني انا بقيت فعلا حاسس ان انا وحيد جدا. ده بيأثره. اكتر حاجة بتضيقني وبتزعلني لما اسمع من حضرتك ومن جيلك. وانا باعتبر ان هو جيل شديد الابداع مورها في الحس. لما يقولوا احنا بقينا لوحدنا. لانكم ما بقتوش لوحدكم ولا حاجة. يعني. ساعات ينظر اليها وكأنها لعنة. اصحابنا توفوا. وانا بحب ابو الصلاة بصة تانية. انه احنا موجودين. ولسه هنكمل المشوار على الاقل علشان تراعوا الاجيال بتاعتنا. يعني. لان احنا برضو الجيل اللي تولد في السبعينات ده. احنا طول الوقت بنوصف انفسنا باختلاف المجالات من احنا الجيل اللي بلا اباء على الاطلاق. وما حدش تعهده بالرعاية. فلما بنخطئ ونهاجم فنقول يا جماعة مها وما فيش حد يواخد باله مننا. فارجوك والنبي ما تقوليش انا صحابي ما بقوش موجودين. او جيلي او رفاقي ما بقوش موجودين. لانه احنا يعني سعدة بوجودك. فرحانين بوجودك. فاخرين بوجودك. وبمنطق حتى برجماتي. احنا مستفيدين جدا بوجودك. تخيل كده انه عملتلنا فيلم الفرس والاميرة. فربنا اديك الصحة وطولة العمر. والبركة في العمر. ولسه عايزين نقعد نتكلم حبة على انه ليه اختلت بنفسك في اسكندرية. ودي حاجة دايما انا باعد اسألها. ليه المبدعين المهمين المؤثرين ياخدوا بعضهم ويطلعوا على اسكندرية. اش معنى اسكندرية تحديدا? فاصل